إذن كيفية حل مشكلة المنشن في ستوري انستغرام أو حل مشكلة الإشارة إلى شخص ما في الانستغرام ستوري إذن في هذا الفيديو إخواني سأشرح لكم كيفية حل هذه المشكلة بسهولة لذلك دون الإطالة عليكم إخواني لنبدأ هذا الفيديو إذن أول شي نقوم بإخواني نقوم بفتح حساب الانستغرام الخاص بنا إذن نقوم بفتح الانستغرام بعدها إخواني نذهب إلى الأسفل هنا في صورة البروفايل ننقر عليها بهذا الشكل ثم هنا ننقر على الأسطور الثلاثة في الأعلى بعدها نختار ستينغز هنا إخواني عندما نكون هنا نختار برايفيسي بهذا الشكل بعدها نختار برايفيسي الآن المشكلة التي تواجهنا نحن هي في أسطوري والمانشن ما الذي نتأكد منه أولا؟ نتأكد أنه يقول لك allow mention from يعني يقول لك اسمح للإشارة من طرف الكل أو من طرف الأشخاص الذي تتابعهم أو no one أنت ما الذي تختار؟ إذا وجدت مثلا العلامة هنا أو في الوسط قم بإرجاعها على الكل يعني في الأول هذه أول طريقة إخواني أو أول خطوة الخطوة الثانية هي الذي ذهب هنا إلى سطوري في هذا المكان سطوري تأكد أيضا عندما تكون في سطوري أول شيء تتأكد منه allow message replies تأكد أنها في الأول يعني أعلى الكل هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أزيزي مشاهد تأكد أن يكون هذا الخيار غير مفعل هذا الخيار غير مفعل وهذا الخيار مفعل لأن هذا الخيار إذا وجدته غير مفعل قم بتفعيله بهذا الشكل allow sharing two messages قم بتفعيل هذا الخيار يقول لك let others share photos and videos from your story in message يعني يقومون بمشاركة السطوري الخاصة بك في الرسائل ومشعبها هذه هي الخطواتين التي وجب عليك القيام بها إذا لم تحل المشكلة أزيزي المشاهد من الذي ستقوم به تذهب إلى settings ثم في خانة البحث تكتب Instagram أو تكتب apps أفوا apps بعدها تختار apps في الأسفل هنا تبحث على Instagram تقوم ببحث عن Instagram ما الذي تقوم به هنا تقوم بحذف الكاش بعدها تقوم بالذهاب والعودة إلى Instagram متأكد من أن ميزة الإشارة أو المانشن مفاعلة عندك يعني ميزة المانشن موجودة في أسطوري الخاصة بك هذا ما في الأمر إخواني لكيفية تحل مشكلة ميزة المانشن أو المانشن على الأنستغرام أتمنى أن تكون طريقة والشرح مفهوم شكرا لكم وإلى اللقاء